شوفوا علشان العبس في المنطقة الخطرة دي دلوقتي مسألة لازم ندوس على كل أجهزة الإنظار فيها علاقة مصر والسودان علاقة تاريخية فوق كل المستويات علاقة الأهل كمان على وجه الخصوص بالهلال السوداني علاقة فيها كتير من التوأمة الروحية بعيدا عن أي منافسات دا احنا ساذ براهيم ونشاد عيان إذا أراد مسؤوله الهلال أي مساعدة في النية كانوا بيجوا النادي الأهلي ويترشح لهم المدرب فدايما وأبدا هذا التواصل والعلاقات التاريخية الكبيرة جدا والعميقة جدا بين الأهل والهلال كجزء من علاقة عامة كبيرة جدا بين مصر والسودان شعب واحد فعلا أكبر بكتير أو من اللي بيحصل يومين دول ونتمنى أن الكل ياخد حذره بالقدر الكافي في شغل كتير جدا بيتلعب على السوشيال ميديا ومن بعض البرامج ومن بعض الصفحات وحسابات مضروبة وكلام بهدف التهييج وهدف الإصارة في ملف شديد الأهمية شديد الحساسية وكمان في علاقة أكبر بكتير جدا من المستوى حتى المنافسة الرياضية هنفكركم اللي لعبوا اللعبة القذرة في توتير الأجواء بين الأهل والترجي والجماهير المصرية والجماهير التونسية أثناء النهائي بين الأهل والترجي وإزاي قدروا يشعلوا السطح بين الجمهورين في توقيت حق كان شديد الحساسية والحرج واللي اكتشفوا واللي كشفوا برامج تلفزيونية تونسية بأوراق مزورة صدرت من هنا نفكركم بيه أحكي لك ويقع بعض كثير من حالة الصباح أول الأسبوع هذا أحكي معي الصحفي من مصر صحفي هذا يقدم في قناة LTC نسميه مثلا ماهر جنينة ماهر جنينة اسمه يقدم مع خالد الغندوي في نفس البرنامج مختص في الكرة الأفريقية أحكي لي واقع اسم الحكام متظهر الكافة على نتالي قبل يوم وحيد هكذا وليه هو من أول الأسبوع من هذا الحد يمكن قليلا الحكام بشيكون مهدي عبيد شرف وعطينا أكثر من هذا الحكام أن الأهلي بواسطة من شركة إماراتية نسميها مثلا اسمها بخيزون تايشن اللي هي ويأخذ نتالي الأهلي وتعمل في بخموت حب تجيب ورعب مونديال للأنديا قالي شركة هذي نظمت أمورها مع الكاف بش الحكام معها بش يكون مع الأهلي بقى الحقيقة كذبته وانا رغت قتله صعيف في ماتش في النهائي كما هذا العنيني الكل عليه صعيف بش يكون كما هكا لكن بصراحة الكلام اللي سار اطعين اسم الحكام اللي يطلع نفسه وليسار البيرح في المقابلة على البيرح أكد جيلي كلام تاعه السحف هي البيرح في الليل اللي اتفقت معها بش يكون موجود معنا بالتليفون لكن الأسف تصرت به منذ ساعة لكن هذا فرد أنه يدخل قالي نجمه شوية مشاكل خصوصا مع الشركة هذي ايه رأي حضراتكم كيف تصفون هذا التصرف وبالاسم هو لم يحقق أحد والمستند مزور واللعبة تتكرر وتكاد تكون بنفس الأسماء أستاذ إبراهيم ومن نفس الانتماءات مسألة وصلت إلى حالة مرضية يعني ما توصل وانت لا تعبق لا تعبق أن في سودانيين أشقاء عايشين هنا زي مصريين يعتبروا مصر وطنهم وأن مصريين يعايشون في السودان يعتبر السودان وطنهم أنت لا تعي ما تفعله أو تعي ولا ما يفرقش معاك إلا أنت ماءك الديق المريض والخصة التي تدفعك إلى أنك تكون بهذا الأمر وطبعاً اللي بيعمل كده ما هوش بعيد عن الجاوبات المزورة اللي ظهرت أو ربما يعلم عنها لأن الموضوع كان في خطة أنت تقول وجوابات تطلع ده راحت منها كلام لمجلس الشعب قبل كده خطابات مزورة هوس اللي أنا عايز أتوقف عليه يا جماعة الموضوع خطير والله ماهوش كورة ماهوش أهلي وزمالك يا جماعة الموضوع ناس بتزرع الشوق في طريقنا من خلال الكورة من خلال علاقاتنا ببعض كورة إيه اللي هتفسد الدنيا دي لكن شوفوا الناس دي بتعمل كده ليه هتلاقى وراهم حاجات أعمق من شوية الكورة اللي احنا بتتكلم فيه دعوة إلى التحقيق نهاردة ماذا يحدث ويشيرو لك يجيبوا واحد من السودان يقول واحدين الناس يقول لك بلاغ بالتهديد يا جماعة مفيش كلام ده مفيش كلام ده حتى لو واحد طلع عمل فيديو بالمعنى ده ايه يعني ده ولا الكلام ده ممكن يكون موجود بيننا احنا والهلال احنا والسودان شو ممكن